بكم يا صبايا إن شاء الله اليوم رح نتحدث عن أول مخابرة وهي مقدمة في Data Management and Analysis تمام رح نحكي عنها بالتفاصيل طبعا بالبداية خلينا نحكي عن إيش رح يحكي هذا المقرر رح نحكي عن الأساسيات لإدارة البيانات Fundamentals يعني أساسيات لإدارة البيانات أي بيانات اللي هي الخاصة بالData Science اللي هي خاصة بعلم البيانات يعني بدنا نتعرف كيف ممكن نمثل هذه البيانات ونخزنها represent and destroy data بالإنجليزي النقطة الثانية extract and prepare data for analysis يعني بدنا نعمل استخراج لهذه البيانات وتحضيرها لعملية التحليل extract اللي هي الاستخراج والprepare اللي هي التحضير بعد ذلك رح نتعلم كيف ممكن أنا أعمل analysis للData analysis تحليل وكيف ممكن أني أمثلها بشكل visualization يعني أنه يكون بشكل مرئي زي الرسومات البيانية تمام؟ بالإضافة هذا أول إشي الأساسية بعد هاي الخطوات رح ننتقل لموضوع أنه أنا كيف ممكن أني أصمم data science بيبلاين يعني أنه أنا كيف ممكن أني أصمم أو أجمع data science بموضوع معين رح نحكي عنه بالتفاصيل يعني نتعرف عن مراحل لازم تعرفوا يا صبايا أنه data science هي مش database مش قواعد بيانات لسيستم ولا هي إلها علاقة مش هي نظام ولا هي مشي learning تعلم آلك لازم إنه إحنا بهذا الكورس إنا نعرف data science in details أوكي ونعرف الخطوات اللي إحنا رح نمشي فيها لحتى نبني data science طيب معناته إيش السؤال الأول اللي رح يكون في عندنا بهذه المحاضرة كونة مقدمة لازم نتعرف بالبداية على مفهوم data science إيش يعني data science بعدين لازم نتعلم خطوات data science أنا عشان أبني علم بيانات إيش الخطوات اللي حمشي فيها وإيش الأشياء اللازم أعرفها في data science تمام؟ يلا خلينا نبلش فعليا أنه عندكم مقرر رح يبلش أو هذا الشابتر ببلش من هذا السلايب أوكي data science معنا data science هنا شوفوها data science is port field that refers refers يعني تعني to the collective process theories concept tools and technology يعني أنه أنا بدي أجمع مجموعة من العمليات رح يكون عندي مجموعة من العمليات النظريات المفاهيم الأدوات والتقنيات كلياتهم علشان بيساعدوني كل هاي الأشياء بتساعدني أنا أعمل مراجع review analysis واستخراج ال knowledge والمعلومات من هذه البيانات يعني data science معنى آخر أنا أستخدمها عشان أحلل وأستخرج كل المعلومات أو المعرفة knowledge من البيانات أساسية كيف بدي أحصل على هاي البيانات من خلال تجميحة من خلال بعض النظريات من المفاهيم من الأدوات أو التقنيات تمام؟ طبعا هذا حسب تعريف الكتاب أو السورس هون يعني موقع اسمه تيكوبيديا تيكوبيديا طيب شوفوا ال data science عندي هنا شايفين ال data science هنا ال data science هنا تستخدم بأكثر من مجال يعني ال machine learning اللي هو التعلم الآلي هو اللي بيستخدم ال data science الأبحاث القديمة هي بتستخدم ال data science في عندي هون danger zone يعني منطقة الخطر كانت تستخدم ال data science وال data science هاي كلاته وينفايته بمهارات الهاكينغ مهارات الاختراق بالتحليل الرياضية والإحصائية باستخراجنا للبيانات وهكذا يعني ال data science لها تطبيقات جدا مهمة في حياتنا العملية طيب خلينا نرجع لموضوعنا الأول حكينا جملة انه ال data science هي ليست data bases ال data bases هي قواعد بيانات وال data science هي علم بيانات طيب ايش الفريق بياناته؟ خلينا نكتبها data science عندي هون علم بيانات سجلوا معي هذا ايش هذا علم هاي قواعد بيانات هنا قواعد بيانات تمام في فريق بياناته؟ أول إشي ال data قيمة ال data قيمة ال data هنا بتكون ثمينة يعني غالية يعني اخذت منها تكلفة كثير عشان نخزنها لكن بال data science بكون التخزين very cheap يعني رخيص من حيث الحجم يعني اوكي بال data base ممكن نحكيها معتدلة عادي لكن بال data science بتكون عدد البيانات ميسب يعني عددها هائل جدا 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 من الأمثلة على قواعد البيانات مثل حركات المالية الموجودة عندي في البنو مثلا تسجيل سجلات شخصية زي مثلا انت عندك بالجامع بيكون في اسمك موادك اللي بتنزليها هذا كلها تبتخزن ب data base مثلا عندنا السجلات الطبية تمام؟ هاي السجلات الطبية كمان كلها بتتخزن ب data base اوكي يا صبايا وفي عنا ايضا اللي هو الكونسس الكونسس هي زي التعداد يعني مثلا التعداد السكاني كذا هاي كلها تبتخزن ب data base لكن ال data science بتتخزن مثلا زي ال social media اللي هي ال online clicks اي كبسة مثلا بتكبسيها online يعني زي gps logs يعني عنا ال google map مثلا بسجلنا احنا وين رحنا وين ايجينا كذا مثل التغريدات الموجودة عندي على تويت مثل ال sensors reading اللي هي الحساسات يعني زي درجة الحرارة لما يكون في عندي جهاز عم بيقرأ درجة حرارة وبسجلها او مثلا عم بيقرأ مثلا زي الهزات الارضية اي sensors اي اجهزة استشعار بتخزن البيانات فهاي كلها تبتخزن ال data science هلأ الاولويات في ال data base ان تكون المبيانات عنده ايش consistency يعني متوافقة يعني انا اذا كان اذا سحبت من البنك هذا 100 ريال المفروض لما اروحة بنك ثاني يكون رصيدي قل 100 ريال يعني من اي صراف كل الصرافات عندها نفس المعلومات هاي بنسميها ال consistency التوافق error recovery بال data base لو صار عندي خطاء بقدر استرجعه وايضا ال ability اي معلومة بقدر اسجلها لكن ال data science بتهتم لثلاث معيير اخرى انه لازم تكون البيانات سريعة ومتوفرة وانا شو ما ابحث ال query الاستعلام غني اوكي هاي هي ببساطة ال data base من حيث structures الهيكلية هي بتشتغل على مبدأ schema او يعني معنى اخر قوي strong يعني ال data base قويه بال structure في عنا قواعد معينة بال data base لازم تكون هي اصلا ال data base عبارة عن جداول مرتبطة مع بعض هالبعض لازم يكون في عندي primary key foreign key اذا مر عليكم يعني في قواعد معينة ما رح نكتب من راسنا لكن بال data science لا نكتب من راسنا يعني انا لما اكتب التغريدة ما في احد بحط لي شروط اوكي فعشان هيك بتكون ال structure فيو شبه ضعيفي او غير موجود يعني ما فيه syntax امشي عليه هلا الخصائص بال data base وهي ركزوها ال data base كل ما اعمل اي اضافة او اي عملية بنسميها transactions اللي هي الحركات والtransaction معتمدة على المفهوم ال ICID والACID هي اختصاره انه automaticity يعني بشكل automatic consistency يعني متوافق البيانات بتكون موجودة من اي مكان انا بصل عليه isolation معزولة ما بتتأثر باشي ثاني و durability وايضا في عندنا المصطلح الاخير اللي هو durability طبعا هاي الخصائص يا صبايا هي خصائص اللي transaction على ال database تمام وال durability هون معناتها بالعربي اللي هي المتانة يعني بتكون قوية هاي البيانات او المسجلة لكن بال data science مبدأهم بمشي على النظريات ثيريوم في اشي اسمه كاب ثيريوم الكاب اللي هي ال consistency يعني انا لو فتحت لتويتر من جهازي من جهاز صاحبيتي من ابصر ايش انا بلاقي نفس البيانات اللي نفس التغريدات تعتي تمام؟ ولازم تكون availability يعني اي متوفرة انا اي مكان يعني شو ما اصل لهذا الموقع لازم تكون متوفرة وايضا ايش بتكون Partition Tolerance Tolerance يعني ال Partition Tolerance بحيث انه انا لو صار في عندي خطأ بسيرفر معين ممكن اني تنحل بشكل automatic بدون ما يرجعوا لي تمام؟ هاي هي فكرة Partition Tolerance المهم احنا بهمنا المبدأ هذا الكاب تعرفوا الاختصارات هاي تحفظوها مهم جدا هلا بالنسبة لطريقة Realizations Okay يعني فعليا الDataBase كيف بتنكتب؟ تنكتب من خلال SQL وهي لغة القواعدة البيانات اللي هي Structure Query Language لكن بالDataScience ما في عنا SQL بيستخدموا اشي ثاني زي Reca زي MiCache Mongo Database Cache Database يعني عنا كثير طرق او كثير برمجيات ممكن نخزن فيها هاي الDataScience لكن الDataBase بغضر نظر شو كانت Oracle SQL Server بلا 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 كل هاته بتعتمد على جمل الSQL تمام؟ هاي هي المقارنة ما بين قواعد البيانات وعلم البيانات يعني الDataBases والDataScience اذا فبعد الدراسات حكوا الDataBase هو اشي يعني قديم Quering the past يعني انا بسأل عن اشياء قديمة لكن الDataScience انا قاعد بعملي Query على Future يعني هي اللي رح تكون التصدر وفعلا احنا الان كل اياتنا شغلنا صار على الانترنت من فيسبوك تويتر سناب شات بلا 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 هاي كل هاته عبارة عن DataScience اوكي؟ طيب هلا فيه مصطلح ثاني لازم نعرفه طبعا تأكدوا هون هذا العنوان مهم DataScience is not database يعني انا علم البيانات ليس لاهو دخل بقواعد البيانات اشي مختلف تماما في عندنا مصطلح ثاني بيسميه الBI وفيه ناس كثير بتدرس هذا التخصص بيسموه الBusiness Intelligence شي يعني Business Intelligence؟ الBusiness Intelligence بيجيب البيانات Raw Data شي يعني Raw Data يا صبايا؟ الData هي فعليا الData يا صبايا انه هو اشي ما الو معنى ما الو معنى يعني مثلا لما احكيلك A B C 1 2 انا بعطيكي رموز وخروف بس ما ما اعطيتك كلمة معينة تمام؟ لكن الinformation اللي هي المعلومات هاي المعلومات بتكون مفيدة هاي المعلومات تكون مفيدة الData يعني ما لها معنى يعني ما لها معنى الData لكن المعلومات لها معنى تمام؟ اصلا احنا عنا بالكمبيوتر تمام؟ المدخلات مش في عنا هون احنا الكمبيوتر المدخلات input processing output صح ولا لا مدخلات معالج مخرجات دائما المدخلات بتكون هي عبارة عن الData والمخرجات هي عبارة عن الinformation تمام؟ هلا شو بيعمل هذا التخصص الBusiness Intelligence الBusiness Intelligence بياخذ هاي البيانات بيحولها لMeaningful يعني اشي الو معنى لما نحكي الو معنى معناته صارت information معلومات طيب ليش حول هاي البيانات الى معلومات بنقدر نستفيد منها عشان يقدر يحلل هذا الBusiness اللي بيشتغل عليه تمام؟ طبعا الBI هذا بيحكيه لنا عالجة كثير عدد يعني كثير عدد يعني كبير من البيانات الانستركتر ساعدت على تعريفة تطويرها وايضا بناء استراتيجيات جديدة تمام؟ فهذا هو الBusiness Intelligence اذا الBusiness Intelligence كيف انا اخذ الرو داتا واحولها لMeaningful واحولها لMeaningful او اللي هي ما تعرف بالinformation طيب ندخل الى مفاهيم اخرى ايش الفرق بين الData Management والData Analysis يعني ادارة البيانات وتحليل البيانات خي ما ركزوا معي يا صدايا؟ هلا بالنسبة لادارة البيانات تمام؟ ادارة البيانات هي معناتها انه انا صار في عندي تجميع وحفظ واستخدام لهاي البيانات بشكل يعني هلا الData Management هي بكون في عندها مجموعة من البيانات هاي البيانات موجودة عندنا جمعناها محتقدين بيها وعملين عليها security وكفاءة والتكلفة ممتازة طيب هاي البيانات الموجودة عندي هي محتاجة الى ادارة ليش محتاجة الى ادارة؟ عشان تساعد الناس او الشركات لحتى يعملوا optimization يعني تحسين على ايش استخدام هذه البيانات من خلال سياسات معينة او انظمة معينة بتساعدهم على اتخاذ القرار واتخاذ الـ actions الصحيح في هذا الorganization بحيث هذه الشركة تاخذ اكبر فائدة تمام؟ اعيد للكم اياه يعني انا ركزتلكم هون على المصطلحات المهمة يعني معنى اخر الData Management انا عندي data كبيرة موجودة في المؤسسة او على المستوى الشخصي بنحاول احنا نعمل ادارة لهاي البيانات عشان تساعدني باتخاذ القرار الصحيح هذا اهم اشي الهدف من ادارة البيانات هي make decision اخذ قرار ولما اخذ هذا القرار كمان الData Management تساعدني على اخذ الفعل الصحيح يعني ايش احاق اسوي الحركة الصحيحة طبعا لما بعمل ادارة صحيحة معناته انا خليت الشركة او على المستوى الشخصي انه يستفيد اكبر عدد ممكن من هذه البيانات لكن عن مستوى الData Analysis اللي هو تحليل البيانات يعني تحليل البيانات هي عملية انه انا بعمل inspecting يعني قاعد بتفقد هذه البيانات بشوفها بنظفها بعملها cleansing بحولها transforming بعملها نموذج modeling لهاي الData تمام يعني في عندي مجموعة عمليات ممكن اسويها اوكي فهاي هي Data Analysis شو الهدف من Data Analysis انا اعمل discover useful information اشوف ايش الاكبر عدد ممكن اني استفيد فيه من هاي المعلومات وكمان اشتقل ايش المخرجات اللي هي الكونكلوجينز يعني ايش بالحرقة الخيرة وكمان تحليل البيانات كثير بتدعمنا باتخاذ القرارات تمام يعني لو اجا سألك شو الفائدة من what is the goal او يعني شو الهدف من Data Analysis واحد انا discovering useful information ناخد استفادة من المعلومات نوصل للمعلومات اللي هي الكونكلوجينز الاستنتاجات وايضا تدعمنا باتخاذ القرارات واحد اتنينة ثلاثة تمام يا صلايا هاي هي ببساطة طيب طبعا رح نفوت الو بالتفاصيل طيب ايش هو الwork flow الwork flow هي خطوات كيف انا بدي اعمل Data Science اول خطوة بدي اعمل Preparation الخطوات الاساسية انه انا اول اشي بدي اعمل Preparation بعدين بدي اعمل Analysis بعدين رح يكون في عندي Friction واخر اشي رح يكون عندي Dismonition تمام يعني هذه هي الخطوات الاساسية خلينا نفوت عليهم كل واحدة بالتفاصيل يعني انا عندي اربعة خطوات اساسية هلا بمرحلة Preparation يعني انا بدي احضر البيانات يعني انا بدي اجمع البيانات Acquare Data بجمع البيانات بعدين بعيد صياغتهم Reformat بعيد صياغتهم بنظف الشوائب Clean Data هاي كلها بمرحلة التحضير بعد ما انا احضر البيانات لازم ايش اسوي لها احللها طيب تحليلي البيانات بيكون مثلا من خلال Script يعني انا كاتب كود بسيط بنفذ هذا ال Script بشوف Output المخرجات اذا Output تمام اوكي اذا مش تمام معناته بدي ارجع ايش اعمل هادي باقي اصلح هاي الاخطاء وظني الوف لين ما يصير ال Output تمام مجرد ما صار ال Put تمام انا رح اجي وين على الخطوة الثالثة بالخطوة الثالثة اللي هي الانعكاس Reflection يعني زي بتعمل تحقق بتشوف تعمل مقارنات بتعمل ملاحظات بتعمل meetings مع الناس اللي بيهتموا بهاي البيانات هل هيك انتو بتقول Output كله تمام اذا كله تمام انا رح انتو اروح للخطوة الرابعة اللي هي Dismissions يعني انشر هذه البيانات من خلال مثلا كتابة التقرير او deploy online او احطها online او احطها بالarchive experiment يعني التجربة يعني احفظها او اني اشارك هاي التجربة في عنا عدة طرق لاننشر البيانات لكن اذا هدول اللي قلوب حكوا لا في عنا ملاحظات والمقارنة مش تمام معناته بدنا نرجع مرة ثانية للاناليسس تمام يا صبايا هاي ببساطة خطوات ال Workflow طيب نرجع نحكي عن Workflow in more details بتفاصيل اكثر يعني المرحلة الاولى انا بجمع ايش قاعد البيانات هاي مرحلة التجميع ومرحلة التجميع بتكون ضمن ايش تخصص computer science احيانا ممكن نستخدم مصطلحات من computer science بعدين رح يكون في عندي ايش اللي هو المانجمنت عفوا الماثميتيكال استاتيكس ان داتا مايننج يعني هون رح نشتغل هاي مرحلة التجميع يعني كأني انا قاعد باستخدم مفاهيم علوم الحاسوب الان هنا احصائية والداتا مايننج اللي هو التنقيب عن البيانات تمام بيكون عندي انا هون بشوف بعمل تنقيب لهاي البيانات وبالعادي بيكون هون عندي الada اللي هي exploratory data analysis يعني بصير في عندي تحليل لهذه البيانات طبعا هون شو بصير في عندي data warning link تمام يا صبايا بدنا نعرف احنا بس هون يعني هاي ذي هي الرسمة جالس هو يعيد للرسمة الاولى اللي هي هذه لكن حسب المخطط الزمني حسب المخطط الزمني وبربطها بكل وحدة بعلمها طيب هون بمرحل التجميع البيانات بصير في عنه ايش بصير في عنه اه 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 زي انه جدل بالبيانات يعني بجمع البيانات وبياخذوا قرار هذا هو معناته data ring link طيب بعد ما احنا عملنا الاناليسيز والكذا احنا حكينا في عنه الخطوة الرابعة اللي هي ايش ال reflection طبعا هون بصير في عندي represent refine يعني نحاول انه احنا بدنا نمثل نجهز البيانات عشان نمثلها و احنا عملية التمثيل البيانات بتاخذ منه ايش اه كأنه احنا بنشتغل على graphic design وبعدين في عندنا تفاعل مع هاي البيانات بسموها info and h a يعني معنى اخر اللي بصير بهاي الخطوات هاي الثلاثة اللي هي data visualization يعني انه انا كيف اشوف هاي البيانات طب بصير عندنا exploratory والexploratory يعني في عندنا فرق بين هذه المصطلحين كيف يعني؟ هون بصير في عندنا عملية شرح للبيانات او عفوا استكشاف لهاي البيانات exploratory من exploit استكشاف ليش؟ لانه انا بهاي المرحلة حللت البيانات من خلال معادلات رياضية وعملت تنقيب للبيانات فانا قاعد بستكشف ايش نوع البيانات اللي عندي لكن بالexploratory انا قاعد بعمل ايش شرح لهاي البيانات ليش انا استفدت منها ايش الاشياء رح استفيدها ليش استخدمت هاي البيانات فهالدول المصطلحين هم رح يساعدوني اني انا امثل البيانات اللي رح استفيد منها سواء كان على مستوى الشخصي او على مستوى ال organization طبعا هذا ال work flow فيه تفاصيل اكثر لكن هذا كان بيحكي لي على مستوى timeline يعني بالوقت يعني الخطوات in sequence يعني بالترتيب تمام طيب نرجع نشوف ال work flow هون هون كأنه عندي يتخيلوا عندي هذا الطفل هذا الطفل شو عمل حفر بالارض مثلا وجمع خلينا نعتبره انه هو بيانات وجمع هاي البيانات وحفرها وحصل ايشي هنا شايفين هنا حصل ايشي طيب لما بيحصل هذا الاشي شو بصير بعدين لازم يجهزوا يعملوا كانت clean فنظفوا لكن احنا متى بنعمل clean احنا بنعمل ننظف هاي البيانات وبعد ما ننظف هاي البيانات احنا فعليا بنستخدم معادلات رياضية تمام هلا المعادلات هاي الرياضية بعد التنظيف وتحضير البيانات بنرجع بنعمل لها evaluate وانترابت يعني بنحاول نقيمها ونفسرها اذا امورها فيها مشكلة او حلل بنرجع نبحث مرة ثانية عن اشي جديد وكذا وهكذا منظن نبحث بهذه الدائرة ليه ما يصير في عنده تقييم البيانات بشكل ممتاز اذا صار التقييم ممتاز معناته انا بقدر اني انشر هذه البيانات اعمل large scale exploitation تمام يا صبايا هاي هي ببساطة ان شاء الله اذا عجبكم الموضوع ان شاء الله رح نكمل معاكم باذن الله بالمحاضرة القادمة اهلا وسهلا فيكم اشتركوا في القناة